لحظات بعد تغريدة على تويتر دعا فيها زعيم التيار صدرياً صاره إلى ضرورة إخلاء مبنى البرلمان والاكتفاء بالاعتصام خارجه. الناتق الرسمي لمكتب مقتدى صدر وضح أن الدعوة تقتصر على الانسحاب من قاعة الجلسات والإبقاء على الاعتصام في أروقة البرلمان ما قد يفشر دعوات التهدئة والحوار لإيجاد حلول للأزمة العراقية التي تزداد تفاقماً. ومن بين نداءات التهدئة تلك التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطالماً جميع التحالفات والتشكيلات السياسية بوضع خارطة طريق جامعة تجنب البلاد عواقب وخيمة بسبب الاحتقان السياسي. لقد أخذنا جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الأمن ومنع هدر الدم العراقي. نحث جميع الأطراف على التهدئة وخفض التصعيد للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنية. نناشده الجميع عدم الانسياق وراء الاتهامات ولغة التخوين ونصب العداء والكراهية. غير أن مبادرة الكاظمي وقبله رئيس تحالف فتح هادي العامر وإن تمكنت من كسب تأييد لدى عدد من التشكيلات السياسية على غرار ائتلاف النصر لحيدر العبادي وتيار الحكمة الوطني لعمار الحكيمة. إلا أنها قد تصطدم بإسرار مختدى الصادر وأنصاره على مواصلة الاعتصام في مقر مجلس النواب. رفضا لترشيح الإطار التنسيقي للقوى الشيعية محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء في العراق. تسعة أشعر من الجمود السياسي تفرز ارتفاعا غير مسبوق في مستوية الاحتقان في العراق. فمنذ الانتخابة التشريعية في أكتوبر 2021 لم تتمكن القوى السياسية في البلاد من التوافق حول ترشيح رئيس الجمهورية وتسمية مرشح لرئاسة الوزراء ما قد يدخل البلاد في نفق يصعب الخروج منه.